السلام عليكم ورحمة الله. اخر شيء ان شاء الله نتحدث عن صعبات التعلم فيه والاتجاهات والاسليب المختلفة في علاج صعبات التعلم. وطبعا اي مشكلة بتحتاج الى علاج وده المواضيع المهمة للناس تحب تتعرف عليها. ازاي نعالج صعبات التعلم. طبعا فيه اتجاهين لعلاج صعبات التعلم. وكل اتجاه منهم له المدافعين عنه والمناصرين له. الاتجاه الاول هو الاتجاه الطبي. والاتجاه الثاني اول اتجاه النفس الطبي. والاتجاه الطبي خاص بالمجال الطبي. وطبعا بيدفع عنه الاطباء وبيقولوا لا ان صعبات التعلم دي بتحتاج الى العلاج بالعقاقير او بالضبط البرنامج الغذائي او العلاج عن طريق الفيتامينات. وده وقعي ليهم هم بيقولوا لا صعبات التعلم بتحتاج الى علاج بالعقاقية. جميل? طيب كمان لا ممكن ان هي بتحتاج الى ضبط البرنامج الغذائي. جميل? لا اتها ممكن ان احنا نقدم له زي صعبات التعلم بعض الفيتامينات. تعالج موضوع صعبات التعلم وكل اتجاه له المناصرين والمدافعين له. ويعني بالنسبة لصعبات التعلم الجانب الطبي كوجهة نظر. يعني التدخل بتاعه ممكن ما يكونش بالشكل الكافي في موضوع العلاج. ولكن الجانب التاني وهو الاتجاه النفس الطربوي. انا بشوف ان هو يكون له تدخلات في بعض الاحيان تكون ايه افضل. خلونا نتحدث عن الاتجاه النفس الطربوي. الاتجاه النفس الطربوي بينقسم الى ثلاث اكساء. طريقة التدريب على العمليات وهو انه بيقصد بلها العمليات النفسية اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. اتنين طريقة التدريب على المهارات. جميل. تلاتة الطريقة القائمة على الجمع بين التدريب على العمليات والتدريب على المهارات اللي هي رقم اتنين. طيب طريقة التدريب على العمليات. احنا في طريقة التدريب على عمليات بنتكلم على ثلاث أشياء وهي التدريب النفس لغوي والتدريب باستخدام الحواس المتعددة والتدريب المعرفي وكل دي استراتيجيات تدريسية خاصة بزوي صعبات التعال طيب التدريب النفس لغوي بيتكلم على ان احنا بيكون عندنا تدريبات خاصة في علاج صعبات الكتابة والكراءة قائمة على التناسق البصري والحرقي ويبليها بعض برضو العلماء اللي قاموا ببرامج خاصة بذلك ومنهم كيرك زي ما احنا اتكلمنا عليه قبل كده وعملهم بطريات خاصة بالجانب النفس طيب جمعا التدريب باستخدام الحواس المتعددة دي من افضل السراتيجات اللي انا رو شوفها فعالة بالنسبة لزوي صعبات التعلم وهو استخدام عدد من الحواس مش حاسة فقط لغيان عمتا في معظم مدارسنا بيعتمل التعليم على الاستماع استماع او حاسة السام وحاسة البصر اساسيا لا في التدريب باستخدام الحواس المتعددة احنا نستخدم اكتر من حاسة احنا عندنا الحواس بتاعنا الخامسة هنعتمد على اكتر من حاسة ممكن نعتمد على حاسة السم حاسة البصر حاسة اللمس التزوق الشم لان احنا ممكن نستخدم مع الاطفال مثلا اللي في الصف الثاني الابتدائي ممكن احنا نستخدم معاهم معظم الحواس دي طيب تلاتة التدريب المعريف والتدريب المعريف هو تدريب يقوم على تحسين استراتيجيات زوي صعبات التعلم لفهم وتنظيم عمليات التفكير ان احنا نخليه يتضرب على تنظيم عمليات التفكير الخاصة بالعملية التعليمية ودي بقى بتحتاج من الطفل ضبط ذاتي ومراقبة ذاتية بس كل ده بالتدريب يعني المواضيع ممكن تكون في مسمياتها صعبة ولكن ما فيش شيء صعب بالتدريب والاهتمام وما فيش شيء سهل لو الشخص اهمل اذا كان فيه اهمال ما فيش حاجة اسمها سهل واذا كان فيه اهتمام ان شاء الله ما فيش حاجة اسمها ايه صعب طيب الموضوع التاني وهو طريقة التدريب على المهارات هنا احنا بقى بنتكلم على الجانب ايه بنتكلم على ان فيه طريقة خاصة بتدريب على المهارات الاساسية لعملية التعلم ومنها مثلا اذا كان لانتباه فيه حاجة تانية في التدريب على المهارات وهو تحليل المهمة ان احنا نحلل المهمة نقسمها الى خطوات من البسيط الى المعاقل تالت طريقة وهي الطريقة القايمة على الجمع بين التدريب على العمليات والتدريب على المهارات وهي تشمل ما تقوم به الطريقة الاولى والطريقة الثانية ودي من الطرق المنتشرة وانا بشوف انها من افضل الطرق لانها بتجمع ما بين الحسنيين في الطريقة الاولى والطريقة الثانية ترجمة نانسي قنقر